مساء الخير عليكو يارب تكونوا بخير بص يا جماعة فيك اياز كزا حد يعني طلب مني ان هو عايز يتعلم ازاي يعمل اعلام ومول للموقع الالكتروني بتاعه من خلال الفيسبوك يعني انت عندك ويب سايت والويب سايت ده انت حابب ان انت تعمله اعلام ومول طيب بص يا جماعة مبدئين كده الفيديو ده هيتطول شوية بس انا هشرح في كل التفاصيل اللي اقدر اتكلم فيها اا ممكن يساعدكو جدا اا انا هتكلم عن مسلا ان انت عندك موقع الالكتروني ملابس ده مبدئين طيب احنا اول خطوة عشان خاطر نبدأ نعمل اا اا حملة علانية للمطجر الالكتروني بتاعك لازم تعمل اكاونت بيزنس والفيديوهات القديمة هتلاقوا عليها ان ازاي تعمل بيزنس اكاونت على الفيسبوك تمام يعني لو انت الخلط على كريات بيزنس ماناجر المفروض ان انا عامل اكاونت تمام عشان كده او او ازاي اللي الاكاونت بتاعي موجود او فانت مفروض انت هتطلع لك كريات بيزنس اكاونت هنا او ستارت ناو وهتقدر ان انت تكريت البزنس اكاونت بتاعك او المدير الاعلاني بتاعك فتقدر تعمل بيزنس ماناجر وهيحتاج منك بس الاسم والجيميل طيب انت دلوقتي كريات بتاعك وخلاص تمام وكله زي الفول وهيزهر لك هنا طيب هو بيزهر لك ازاي هو بيزهر لك من خلال الهن هتلاقي ان في بيزنس اكاونت لك او من خلال الهن هتلاقي ال او بيزنس اكاونت جالك في الحتة دي طيب مجرد ما بيزنس اكاونت يجي لك انت المطلوب منك ان انت آآ عايز تربط آآ حاجة اسمها بالموقع. طب انا متخلنيش بس اتكلم في التفاصيل بسرعة. مبدئيا كده هو انت الاول بتعمل خاصة بيك. يعني لو انا دخلت. هيبدأ يقول لك اول حاجة تعملها ان انت تعمل خاصة ده. طيب انا دلوقتي اجيت عملت وعملت هتلاقي هنا الصفحة هنا مفروض ان انا عشان اعمل بس هتلاقي الصفحة هنا في فهتبدأ تعمل بتاعتك دي عادي جدا ما فيش اي مشكلة وتطلع لك الصفحة الجديدة وتبدأ تشتغل بقى الصفحة دي. طيب انا ازاي بقى هبدأ اشتغل على الموقع بتاعي. طيب انا مبدئيا كده. هفتح لكم مسلا بتاعي. انا اشغلها عن طريق موقع. طبعا انا الموضوع ده بصراحة اه لسه بدأ فيه من شهر تقريبا. اه تجربة جديدة عليها. بس انا حبيت اشارك التجربة بتاعتي اه معاكم. انا مش اه مش متميز في الورد اه في الكلام ده متميز في اكتر. فانا التجربة اللي بمر بيها انا بحاول اشاركها. مش معنى كده ان انا المية مية صحة. يعني انت بتجرب زمن وبجرب وتقدر تطور من خلال الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها او الكورس اللي انت بتاخده. انا بتعمل يا اسف حملة اعلانية من خلال الفيسبوك للموقع اللي التوني بتاعي. طيب تاني حاجة هتلوبه منك بعد تالت حاجة اسف. دلوقتي انت عملت اعملت بتاعتك على تالت حاجة يبدأ يقول لك عليها هي هنا اول ما انت تيجي تعمل بتاعتك بتعمل كريات عادي جدا. اول ما بتيجي تعمل بتاعتك بيطلع لك انا مجلد ما باخد الاي دي كوبي الاي دي باخده كوبي هدوس عليها هاخدها كوبي عادي جدا مفيش مشكلة. بنزل حاجة اسمها بنزل حاجة اسمها بيكسل يور سايت. هقول لها لكم دلوقتي بس يحمل. السرعة عندي بطيقة شوية معلش. بتنزل حاجة اسمها بيكسل يور سايت. انا كتب حاجة غلط. اول ما يطلع لك الحاجات دي هو دهplain هتعمله بعد كده هتعمله اكتف. مجرد ما تعمل له اكتف هطلع لك هنا بح تزل كمان مرة جماعة ان انت عندي ايه مش متزبط بس انا بحاول برضو ايه انجز نفسه. مجرد ما تعمل الكلام ده هطلع لك هنا حاجة اسمها او الفيسبوك بيكسل. بتدوس على وبتعمل الاي دي بتاعك. عملت الاي دي بتاعك بتقدر ان انت تعمل اعلام وموّل كده ترى ما رابطته هو في الحتة ايه جماعة هو? في الميتا بيكسل. بعد كده بتنزل تحت خالص وبتعمل مجرد ما تعمل كده المفروض ان انت عندك دي كانت حمرة. هتبقى لنا او حمرة غير نشطة. دلوقتي بعد ما بتعمل حركة دي لو عملت بيتلاقي دي بقت خضرة. لو ما بقتش خضرة جماعة بتستنى شوية لحد ما تبقى خضرة. تفضل تعمل من هنا لحد ما دي تبقى خضرة. مجرد ما بقت خضرة كده اتربطت بتاعك. كده ما فيش اي مشكلة. وتقدر ان انت لو لقيت حاجة انا مسقطها. لو ما شرحتهاش تقدر تخش وتكتب مساء على اليوتيوب. ازاي اربط البكسل بتاعك. المهم بعد ما انت رابطت البكسل دي خلاص انت كده بقت في التمام. يعني لو دي بقت خضرة انت كده البكسل بتاعك اتربط بالموقع بتاعك. خلاص يا جماعة كده تمام تمام. هتيجي تدخل على بتاعك بقى العادي. وتعمل كرييت كنبين. طبعا احنا في الموقع بلي عايزين سيلز. احنا زي ما بيعاد دلوقت. انا بتكلم عن موقع عايز ما بيعاد. مش مش بيقدم خدمة مسلا او حاجة. فهو دلوقت انا عايز ما بيعاد. فبتبدأ تعمل سيلز. انا حاليا بصراحة بجرب انا اول مرة اشوفها الظاهر جديدة ظاهرت جديدة او انا اه عشان نسى داخل جديد في مجال الووب سايت فدي ظاهرت جديدة. بس انا حاليا انا بجربها. انما اللي انا كنت اشتغلت عليها بلايه المانوال. ان انا بعملها المانوال. المانوال سيلز. بس دلوقت انا بجرب لو جابت نقتيجة معي يا جماعة احسن اكيد هعرفكم. طيب. بتدوس كنتينيو. انا اخترت المانوال يا جماعة. بتدوس كنتينيو. سمي بقى القنبين بتاعتك زي ما انت عايز. نخش على بتاعتي. انا دلوقتي عايز القنبين بتاعتي تبعي ويب سايت ولا 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 مجرد ان هو يجي لي مسيجات او الواتساب او انستجرام. ولا يجي لي يعني يجي لي تليفونات. انا حاليا انا عندي ويب سايت وعايز اعمل مبيعات من الويب سايت. هيجي لي هتيجي هنا هتلاقي او البيكس لهي مربوطة جماعة. البيكس لهي مربوطة. هنا بيقول لك يعني انت عايز الهدفك من ايه? انا هدفي المبيعات. انا مش هدفي اي حاجة تانية. باتكلم عن ملابس برضو كمال مرة. فو حتى انا عايز ممكن عقارات مسلا او حاجة. تمام? فانا هقول له لا انا عايز تمام كده يا جماعة? تمام. في عندك بقى هنا في الديناميك دي انا كنت عامل فيديو عنها انك اا لو انت مسلا عايز اا تنزل كزا بوست بكزا صورة ويزهر اا احسن صورة للعميل واحسن بوست يزهر للعميل او اللي عامل مع اا او تفاعل اكتر من البوستات بتاعتك اا لوحدها تظهر اكتر. اا دي برضو دي حرية شخصية لك تقدر تعملها دي جميلة جدا على فكرة جماعة انك تقدر تعمل كزا بوست واللي اكتر بوست جاي من نتيجة هو اللي بيتفاعل العميل هو ده اللي بيزهر للعمل التانية. طيب. هنا انا رأيي بلاش تتحكم في في بتاعتك سباها مفتوحة. هنا هتلاقي عالي جدا. حلو. هنا هتلاقي بتاعتك. اا جماعة بعد ما الدولار يتعوم والدنيا اا يعني الجن يتعوم اسف والدولار غيلي والكلام ده كله. فانت انا رأيي شخصي ان انت ما تقللش عن تلتميت جنيه. ده رأيي الشخصي. واللي لاحظته. يعني بص يا جماعة هنا. بصوا هنا في هنا متحددلي. ده لنا لاحظته على فكرة والله عالمي. يعني انا بفتي. بس يعني ده اللي لاحظته. لو انا اعمل تمتين جنيه. بص يا جماعة أقال من عشرة. هل ده طبيعي بقى ولا مش طبيعي? انا معرفش هو كده كده الفيسبوك بيقول لك لو وقفت هنا بيقول لك ده مش رقم اساسي يعني مش ده الفيسبوك بيقول لك هيزال لك مية في المية يعني هو بيديك تقديري بس مش هو ليزال لك مية في المية هل بقى التكلفة هل لها عامل في الحتة دي الجزء ده قصد معرفش بصراحة انا بفتي بس انا دايما لما بحط التلتمية دي في اليوم بحس ان هي احسن بصراحة يعني طيب هنا هتخليها ديلي لان هو هيحجز على الموقع فهديلي يعني ازاي هقد مسلا قاعد بيردوا بالكلام ده كله وطالما عملناها ديلي طبعا فهتخليها مفيش يعني معاد معين اا تقدر تحدده لو عمرتها لايف تايم كل ده في فيديوهات قديمة جماعة عشان بس ننجز الفيديو اا لشرح الحاجات دي بتبدأ بقى تعمل الاعلان بتاعك عادي جدا شوف انت مستهدف مصر كلها اا مستهدف اسكندرية بس اا يعني انت مزبطها ازاي في الشحن بتاعك هل انت عن الشحن محافظات لا اا مش عارك ايه حلو العمر بتاعك شوف انت مستهدف هل هو مسلا اا ملابس تنفع لكله من 14 ل45 هل هي رجال هل هي ستات فيها هتلاقيها فيديوهات عالية اا عاملها بخصوص الاستهداف اا بالتفصيل استهداف الملابس بالتفصيل فهتبدأ تزبط دنيتك عادي جدا وتتخلي دي زي ما احنا متعودين افضل وتقفل كل الكلام ده وتبدأ تعمل اعلاناتك عادي جدا زي ما كنا متعودين يا جماعة زي الفيديوهات القديمة اللي انا عمله مش ايه مشكلة حلو الكلام هتدوس مسلا بص جماعة هنا بص كل حاجة تمام اخضر وكله تمام دي اهم نقطة يعني انت لو بتاعك مش مربوط صح دي مشكلة البيرة مش تاخد اعلان وتبدأ تشوف لو انت عامل بقى البوست على الصفحة بتدس وتاخد بتاعتي مش عامل البوست على الصفحة بتعمل كريت اد وبتبدأ تعمل اعلانك يعني مسلا انا دلوقتي عايزة نزل صورة هعمل اد ميديا ونزل الصورة طب انا عايزة نزل فيديو اعمل اد فيديو طب انا عايزة نزل كزا صورة بتعملها وتبدأ تنزل كزا صورة من الصورة واحدة. اهو تبدأ بقى تنزل كزا صورة. طيب. خلينا في الحاجة اللي هي السهلة نشرح عليها. انا سيدي الوقتي عايزة نزل الصورة فهنزل الصورة بتاعتي مسلا ايا كانت ايه هي الصورة دي مسلا. اهو ماشي تمام. نظام. ويبدأ يعمل الصورة تمام مش اي مشكلة. ما علينا من الكنان ده كله. هتبدأ هنا تكتب البوست بتاعك لو هو بوست قديم تقدر تجيبه من اد وتحطه على طول. حالو. هنا بقى بيقول لك انت لو عايز تحط بوست تاني. يعني انا عايزك اكتب بوستي تاني غير البوست الاولاني. تقدر تعملها مفيش اي مشكلة. او انتر انظر هي دي بقى اللي بتظهر للعميل انه احسن وانه يعني انا احسن بوست يزهر للعميل. كزا بوست وانه واحد يزهر للعميل. هنا الشورت اللي هي بتظهر تحت في البوست هنا كده. وهنا اللي هو برضو بتظهر معاه هنا تحت منها. حلو الكلام? هنا بتعمل شوب ناو او او يعني لو عايزك او او تقريبا او تسوق او انه هيحجز على طول. هنا بيقول لك انا عايز الويب سايت بتاعك او مسلا وهنا هنا بتحط المسلا لو انت عامل على منتج معين يعني انت مسلا عايز تستهدف الناس بطريقة احترافية شوية. رأيي انك تحط فيديو او صور لمنتج اه مطلوب وتربطه بالموقع بتاعك. يعني مسلا تاخد الويب سايت. عشان برضو ما بقاش نسيت حاجة. اهو. وتخش مسلا عن المالجر اه اطفالي مسلا. عش هو اي كلام بس يعني اه نشرع حاليا. وابلاش العلامات التجارية. خلينا في حاجة ما تكونش في علامة تجارية. عشان الفيسبوك بقى صعبة او في الموضوع ده. مسلا هياخد الترينج ده. الترينج ده انت شايف ان هو ممكن يشتغل معاك وشايف صوره كويسة وكل حاجة. هتاخده زي ما هو تاخد الورق اللي كله كده. كوبي. حلو هنا تحطه بس كده. اهو كوبي. وانا تحط الموقع بتاعك الاساسي مسلا. خلاص يا جماعة الموضوع في اي مشكلة انت حاسين في اي مشكلة في الموضوع. بس وبتعمل بس ادي كل الموضوع وانك ازاي تعمل اعلان على الموقع. اهو اهم حاجة في الموضوع كله انك تربط الموقع بالفيسبوك. وازاي تعملها دي بتربطها بالبيكسلز. اول حاجة بتعمل بيزنس اكاونت. هنعيد تاني اهو بسرعة. اول حاجة بتربط اول حاجة في الديتا سورس. هتربط بتاعتك. رابطت بتاعتك عن طريق زي ما وردتكم من شوية. خلص الكلام على كده الموضوع بقى تافه. اتمنى جماعة لانا اكون فتوكو باي معلومة. ولو حد عندي سؤال يبعط لي ما عنديش اي مشكلة يعني يبعط لي انا هحط الروبط الفيسبوك بتاعي بحس ان حد ازاي تواصل معي تواصل تحت اهملكم بش اي مشكلة. ممكن يا جماعة يكون في حاجات انا سقطتها في النص. اه لو حاجة انا سقطتها وقفت ان اكتدت تخش عليه وتبحث عنها. كل صلة هتجيبها وكمل شغلك عادي. الموضوع من الصعب يا جماعة. موضوع سهل جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.